أستاذ رتيبة ضيوفي من القاهرة ومن بغداد منذ قليل تحدثوا أيضاً عن الأهداف لدى جيش الاحتلال لطمس الهوية والثقافة تحديداً في القدس المحتلة ماذا لديك من تفاصيل من أرقام من هذه المحاولات من خلال مشاهداتك بشكل عام وأيضاً تحديداً منذ بدء الحرب على غزة؟ نعم أول شيء مساء خير إليك ولا ضيوفك الكرام ولا ساعدت السفير اشتقناه له في القدس كتير بصراحة في مدينة القدس في كل فلسطين نحن نعيش حالة من الصراع على الرواية مع الفكرة الصهيونية الحركة الصهيونية هي حركة إحلالية احتلالية بمعنى هي ستحل محل الآخر وهذا ينفي وجود الآخر وضرورة وجود الآخر أصلاً دولة إسرائيل قامت باستعطاف العالم الحديث على أساس ما قولت أن شعب بلا أرض لأرض بلا شعب فكيف يكون تكون هذه الأرض غنية بالتراث والحضارة والثقافة والشواهد التاريخية التي هي أعمى من تاريخ الاحتلال ومن تاريخ الحركة الصهيونية وبالتالي هذا هو أساس المحور للفكر الصهيوني ولدولة إسرائيل في محاولة محو كل ما يشكل مرتكزات ثقافية وكل ما يتحدث عن حضارة هذا الشعب العريق الممتدة من خمسة ألاف عام حتى اليوم بشكل مستمر على هذه الأرض في مدينة القدس طبعاً أشكال الأسرلة والتهويض واضحة جداً بدءاً من الحضائق التوراتية التي يتم إزالة أحياء سكانية كاملة وتهجير سكانها وتهديد البيوت السكانية بالهدم خاصة في محيط المسجد الأقصى مثلاً في قرية سلوان في الشيخ جراح وفي غيرها من الأحياء المحيطة والملاصقة للبلدة القديمة في القدس لبناء ما يسمى بالحضائق التوراتية هذه الحضائق مبنية على أساس أساطير وجدت في التوراء الهدف الأساسي منها تغيير ملامح المدينة وجعل كل من يدخل إلى مدينة القدس يشعب أن هذه المدينة يهودية مرتبطة بالتراث والحضارة اليهودية بالرؤم كما ذكر ضيفك الكريم هم خلال سنوات من الحفر تحت المسجد الأقصى لم يستطيعوا إثبات شاهد واحد على هيكلهم المزعوم أو أي حتى آثار تثبت حضارة الشعب اليهودي كما يدعون في مدينة القدس ولكن هذا تاريخ مزيف الغرض منه هو التأسيس لهذه الرواية وقد شاهدنا السفير الأمريكي السابق عندما شارع في افتتاح ما يسمى في مدينة دهود وهي شبكة من الأنفاق تحت مدينة سلوان وتحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس التي تتحدث عن رواية متكاملة عن التوراة وقصة الشعب اليهودي الذي كان مختبئ في الجبال نتيجة منعه لدخول إلى جبال الهيكل وإلى مدينة القدس وغيرها من الأساطير كل ما تقوم به سلطة الاحتلال منذ 82 حتى اليوم بعد ضمها وتوحيدها لمدينة القدس هو يسعى إلى تغيير ملامح المدينة وجعلها أكثر توراتية وأكثر تتحدث عن التاريخ التوراة من بينها المشروع الذي سيقام حديثا سيبدأ قريبا هو القطار الهوائي الذي سيكون من مقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى والبلدة القديمة الممتد إلى سلوان أيضا لتعزيز المشروع الاستيطاني للحضارة التوراتية التي ستهدد أقدم قرية ملاصقة للمسجد الأقصى وهي قرية سلوان وسعدت السفير من هذه القرية وممكن أن يتحدث الكثير عن هذا الموضوع أكثر في هذا الموضوع بمعنى نعم حربنا على الرواية في تغيير حتى مثلا باب العمود رمزية الوطنية مثلا لباب العمود تم تغييره إلى اسم ميدان على اسم جنديتين إسرائيليتين لإخفاء هذا المعنى وهذا الاسم من القاموس الفلسطيني للأجيال القادمة أجبرت وسائل النقل عند التنقل في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية على استخدام أسماء غريبة جديدة إسرائيلية لا تمت لصلة للمكان وتاريخ المكان وتراث المكان في المدينة من أجل ترسيخ الأسماء العبرية الجديدة ومحي ذاكرة الشعب الفلسطيني والأجيال القادمة من ارتباطهم بأسماء كانت علامة أو سواء كان أدباء أو شعراء أو غيرها من المؤثرين في الثقافة الفلسطينية وأثروا أيضا في الحضارة العالمية